طيب تعالوا بقى كمان نتكلم شوية عن تريزي جي وهو نموذج كمان من المحترفين المصريين اللي حقيقة برضو مشرفين تريزي جي عنده يعني في فترة زمانية مش طويلة او لكن نقدر نقول قصة نجاح في فكرة الاحتراف بشكل عام طبعا لعبنا الدولي محمود تريزي جي هو كمان انتظم في تدريبات فريقه ترابزون سبور التركي استعدادا للموسم الجديد قبل سفره كان ليه كمان لقطة لطيفة جدا على انستجرام وهي كمان انتشرت بشكل فظيع كان بيعرض من خلال الصورة دي صورة تخرج ابنه ولكن تخرج ابنه من الحضانة وكتب عليها خرجنا الصغير جاهز الان للمدرسة لا توجد كلمات يمكن ان تشرح شعوري تجاه الاحتفال بتخرجه الاول واحنا بنتمنى له يا رب ان شاء الله كل النجاح وبنتمنى ان هو يشوفه عريس ويشوفه هو يتخرج كمان من اعلى الجامعات بإذن الله لانه تريزي من الناس اللي مفرحانا ومن الناس اللي بستانا واللي ماشي بخطوات سبتة جدا الحقيقة وعمره ما كان طرف في اي لغة وعمره ما كان طرف في اي مشكلة في اي نادي من الاندية او الفرق اللي هو انضم لها اثناء فترة الاحتراف بالخاصة بيه فالحقيقة بنتمنى له كل التوفيق ونشوفه لعب كورة كبير طبع طبع سواء في مصر او بيمثلنا حتى في الخارج نتمنى ده يعني انا على الفكرة من الناس اللي بحب حتى يعني لو حد اهله نكحين في مجال ان هو يطلع يكمل المسيرة دي مش هاجه وحشة على عكس من الناس في بعض الاحيان بتنطقت تقولك اه هو لعب كورة يطلع يبنوا لعب كورة هي ممثلة تطلع بنتهى ممثلة على فكرة لو الموهبة موجودة ليه لا بالعكس احنا نبقى كسبنا جيل جديد يعني مشوفش ان ده غلط لان في الاول في الاخر الكاميرا او الملاعب او غيره هي اللي بتحدد يعني حتى لو كان فيه بوش في الاول لو الشخص ده مش موهوب مش ناجح مش هيكمل مفيش حد بيتحك عن الناس يعني فبالعكس احنا نتمنى نشوف كمان ابناء كل اللعيبة بتاعتنا اللعيبة كورة قدم يمثلونا في مصر وفي الخارج بشكل كبير وفي بينهم اللي عاملين كده بالفعل حد زي عمر سيد معوض حد زي مصطفى شبير اه رائع بصراحة 18 سنة في ناشئين الالي فيه في اسماء كتير في ناس كتير ويعني الحقيقة يعني في ناس يعني ما بيعجبهاش العجب يعني دي ناس عامة عند ناس قال مجرد ان هو اسمه بالكامل مثلا مثلا مصطفى شبير فعشان كأنها هي كمان ضريبة لازم يدفعها الابن طب في الاخر احنا الفيصل بيننا وبين الرضا من عدم وإيه امكانيات الابن ومهاراته وفنياته وحجم ايجاته وحجم افاته للفريق والله لو كل العناصر دي متحققة يبقى ابنه ويبقى ابنه واخته ومش فرق كتير احنا عايزين حد يبسطنا بوجوده معانا ففي ناس ارجع اقولك ارجع اقولك عدم الالتفات لأي انتقادات بهذا الشكل مكسب يعني دايما انا ثقافتي خليك مكمل في طريقك خليك باسس مش مهم ده خالص الحاجات دي مش مهمة خليك مكمل في طريق نجاحك وده اعتقد كل ناجح بيمشي بالسيستم ده فالعايز يقول حاجة يقولها يا فكرة مش فرقة خالص